تفضل ما هي الصورة الآن لديك في خان يونس يعني الأوضاع في خان يونس كانت منذ يوم أمس حقيقة حتى قبل الساعة من الآن كانت هناك حملة كبيرة جدا من الغارات الإسرائيلية التي لم تتوقف على مدار الساعة نتحدث عن عشرات السواريخ والغارات الإسرائيلية بكافة أنواع الأسلحة الطائرات الحربية، الطائرات الاستطلاع، البحرية الإسرائيلية، البوارج البحرية وأيضا المدفعية الإسرائيلية المدفعية الإسرائيلية أطلقت نوعين من القنابل القنابل النارية المتفجرة وقنابل أيضا الدخانية القنابل الدخانية نتحدث الآن قبل قليل كنت أتحدث مع سكان منطقة أبو هداف في شرق القرارة معظم سكان هذه المنطقة هربوا منها تماما ولم يتبقى إلا عدد قليل جراء سقوط العشرات بل المئات من القنابل الدخانية على هذه المنطقة وجزء منهم جاء هنا إلى مستشفى ناصر لطلق العناج نتيجة حدوث اختناق وضيق في التنفس جراء استنشاق الغازات المنبعثة من هذه القنابل الدخانية وهذه القنابل الدخانية استخدمت منذ أربعة أيام أو خمسة أيام بصورة كبيرة جدا في المناطق الحدودية الشرقية لخنيونس ولرفح ومنطقة أيضا البريج والمغازي اليوم زاد استخدام هذا النوع من القنابل الدخانية ولا نعلم ما هو تركيبها أو عناصرها الكيميائية وما هي أضرارها لكن هناك أضرار تحدثها لدى المواطنين خاصة فيما يتعلق بالجهاز التنفس أيضا القصف الإسرائيلي على خنيونس كان هناك نتحدث عن تسعة أو عشر منازل تم تدميرها بشكل كامل منذ ساعة فجر اليوم وحتى قبل نصف ساعة أو ساعة من الآن عندما تم استهداف منزل يعود لأحد المواطنين في منطقة عبسان الكبيرة كان هذا آخر منزل في محافظة خنيونس بالإضافة إلى تدمير خمسة منازل في محافظة رفح كان آخرها منزل العطار ومنزل البواب في محافظة رفح قبل ساعتين من الآن القصف توزع بين منازل بين أراضي الزراعية أيضا الثروة الحيوانية هناك العديد من المزارع الدواجن والمواشي تم قصفها في المناطق الشرقية تحديدا في خزاعة والزنة ومنطقة الفخاري في منطقة القرارة قالت بلدية القرارة أن القوات الحربية الإسرائيلية قصفت بئر المياه الرئيسي المغذي إلى المنطقة وهناك خلل في إمدادات المياه ودعت المواطنين إلى ترشيد استهلاك المياه هذه الأزمة في المياه في منطقة القرارة تضاف إلى الأزمة المياه في منطقة خنيونس سواء كانت المناطق الشرقية أو وسط المدينة أو الأجزاء الغربية من المدينة وذلك بعد تدمير أبار المياه وتدمير خطوط النقل المياه خلال جولة تصعيد العنيفة المستمرة من عشرة أيام البوارج الحربية الإسرائيلية يرى أيضا قامت بعمليات قصف مركزة فجر اليوم وظهر اليوم ومنذ يومين والقصف البوارج البحرية تستهدف شواطئ محافظة خنيونس تحديدا منطقة الميناء الجديد في منطقة تعرف في بحر القرارة هذه المنطقة الواصلة ما بين منطقة دير البلح ومنطقة خنيونس تتعرض بشكل كثيف للعشرات من القذائف التي تطلقها البوارج البحرية الإسرائيلية في هذه المنطقة وكذلك على طول الشريط الساحلي من خنيونس وحتى منطقة رفاح جنوبا بشكل عام الأوضاع متوترة جدا الغرات لا تتوقف القصف متواصل نتحدث عن أكثر من مئة أو خمس ماذا عن مستشفى ناصر كيف تبدو الأشواء داخل المستشفى ماذا عن توفر الطاقة الكهرباء والمستلزمات الطبية لإسعاف المصابين نعم مستشفى ناصر حاله كحال باقي المؤسسات الصحية والمخدماتية في قطاع غزة لكن مع انقطاع خطوط الكهرباء ونقص الكبير والحاد في إمدادات الكهرباء تواجه المستشفى كغيرها أزمة فيما يتعلق بالصلار البديل من أجل تشغيل المولدات لهذا المستشفى خاصة وأن مستشفى ناصر أو مجمع ناصر الطبي هو ثاني أكبر مركز طبي في قطاع غزة بعدها مجمع الشفاء الطبي وهذا المركز لديه تكوى من ثلاثة أبنية كبيرة وضخمة به المئات يعالج أكثر من ما يقارب 1500 مريض ويعني به أقصام للأطفال والولادة والجراحة الكبرى والباطنة وغيرها من الأقصام يواجه مشكلة في توفير المحروقات إذا ما استمر الحصار الإسرائيلي وإغلاق المعابر خاصة معبر كرم أبسالم سوف يكون هناك مشكلة كبيرة في تشغيل مولدات الكهرباء في مستشفى ناصر كما الحال في باقي مستشفى قطاع غزة لأن ساعات وصل الكهرباء إلى المواطنين في قطاع غزة في أحسن حالاتها وظروفها هي أربع ساعات فقط وهذا الأمر يزيد من الضغط على استخدام السولار والمحروقات من أجل تشغيل مولدات الكهرباء في قطاع غزة ترجمة نانسي قنقر